السلام عليكم وإهلا بكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كامل مانين بصحيحتكم وبخير وعلى خير جيت نطلع عليكم حبيباتي بهذا الوصفة تعبورك اقتصادي يجي بزف بزف بنين جربوه ورجعوا لي بالخبر ما حاش ندرو فيه الفرماج بطريقة سهلة جدا بطريقة ذكية تقدروا تقتصدوا في الوقت وتوجدوا بوراك ليعجب كامل أفراد الأسرة هنراني نوري لكم كيفاش يجي من البرة يجي مقرمش لأنه طريقة تقليوا بها البوراك راح أدي لكم اختلاف في القاوم ديالو ومن الداخل يجي فغيمو مع السلبنين ما عندي ما نقولكم لو بخانسيب المبدأ تحاد البوراك إنه كي طيبو شريبة ولا طيبو جواز دائما تحطو مرسو تعاجاج كساس ومسدر ولا يعني مليكويس طيبو في هذيك المريقة أي مرقة كانت شربة جواز أي مرقة المهم الجاجة ديركم يطيب بنين أبخي ترفدوه وتفتوه وتحطوه بجيه شوفوا الله يبال كيفاش يجي يجي فغيمو هاي التبعوا معي الوصفة ليسهلة بالبزر هنا في كسرناح ينوجدو الكريمة عندكم مغير فاتع زبدة ومغير فاتع فارينة نحمصوهم تخيط خبيان بش الريحة كمام تعال فارينة تروح نحمصوها مليح ونحطوه معها كاس أي كاس عندك في الدار ديريه كاس تحليب لأن الكريمة دينا مدى بينا تكون شده روحة هي كي تبرده رحات تشده روحة مية بالمية هنا يا تقعدوا تخلطوا حتى الكريمة تعكم تتقال ديروا لها ملح في الفلكحل وانا درت تابل تاع فرمج هذا اللي جبتوه من عند اي بي سي ووالا عندو تابل تعدى جاج بزا في بنين تبعوا معي درت الزوج مغير فتح قهواء معمرين وخلط بشكل اللي راكو تشوفوا فيه هنا الكريمة ديالي رح ندير فيها الجاج ان الجاج طيبتوه معا البوكاسي ووالا ودوكا ديروا معها باطا تاع تون ما تكتروش هنا يا طرف تاع الجاج هذا كنفتوه نديرولو باطا تاع تون الويل تون تاع زيت تخلطو كلش وتزيدو المعدنوس وتخلو الخليط ديالكم يبرد تماما ستقوني هاد الخلطة ما نديرولها ني فرمج ني غين جوتو كي ما راكو تشوفو وتتحصلو على بوراك يعني من اروع ما يكون هنا قلتلكم حطيتلو ميلانج ديالي وخليتو بجيه ويجي بزاف بنين درنالو ملح فلفل الكحل وتابلتا الفرمج هادك اللي رح يقيلو بالنا وتحبو تزيدو فرمج زيدو رح يجي انكور بلو بان لكن بلا فرمج ستقوني يجي هاي يعني اقتصادي حاولو برك انكم تتحصلو على هاد الابيس المهم نخليلكم في صندوق الوصف رقم الهاتف تعليو سيت اللي تقدرو ديرو منو لا كوماند ولا تعيطو بالهاتف يجيبو لكم لزيبيستاكم حتى الباب دا ايبيسيا بارمي المحلات اللي عندهم دي سيبيستا فرشكين سيختو ليجيانا ليجيانا نضاف مغطيين يعني غيانا ديغ هابطو صندوق الوصف لقاو كاملة المعلومات قفلت البوراك ديالي وهنا ينرحو للقليان البوراك يا لبنات كلش روطايب الداخل يسمى مدى بنا هذيك العجينة اللي يجي من الفوق أنا نستعمل ديول أنديستخيال لأنه نخير هادوك اللي يجو في غيموه أرقاق باش يتقلوا معي بالخف أنا دائما نقلي البوراك ديالي على نار نسخن مليح الزيت ومبادتيك نخليها على نار شوية فوق المتوسط مشي قاوية بعدها نخطف البوراك ديالي وقعد عجين الداخل لا لا لكن نسخن الزيت نخليها با لأنه لكن تحطوا البوراك ديالكم في زيت برد رو يشرب الزيت ويجيكم يقهم سخنوا الزيت ديالكم على نار قاوية ومبعك نقصوا لها شوية وقلوا البوراك ديالكم باللون اللي راكوا تشوفوا فيه يجي في غيموه هايل وهذا البوراك كما درنا له على بركم الفورماج دا بيتشوت كين ديروه في البوراك كين من داك يخرجنا منو لكن هنا تل ما ما فيش الفورماج يجي على حباوي يجي مستف من أرواع ما يكون دائما كنت شوفوا أنا حطيته في البابي وزتلوه مره بحدو خرق بش نحيلو كاملاتيك الزيت ديالو وبيانسور نقدرو نحطوه في الميقلات الهوائية نديرو لو شوية تازي الزيتون ونقلوه في الميقلات الهوائية شوفوا البوراك كيفاش جاء من أرواع ما يكون شاهدكم إن شاء الله في الجنة يجي يقوت لكم مفرمج يجي بنين ويقعد كخوستيان يعني لو كانت تبعوا الخطوات اللي مديتهم لكم اليوم يقعد البوراك ديالكم مقرمش مدة طويلة ويجي مفرمج بالشكل اللي راكوا تشوفوا فيه هدي يا حبيبات قلبي بالنسبة للوصفة تاليوم ننتمنى إنها نالت الآجاب ديالكم وقدرت تنفاكم وإلى وصفة وحدة أخرى طلوا لي في روحكم ودمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته